هيماتوبويتك استيمسيل ترانسبلانتيشن زرع النخاع العظمي الخلايا الجزائية المسؤولة عن تكوين خلايا الدم هيماتوبويتك يبقى اكيد ان احنا محتاجينها في امراض الدم المختلفة زي لوكيميس سرطان ثلاثيميس سيكلسيل انيميس امراض الهيمجلوبيني الوراسية اللي درسناها أبلاستيك انيميا عدم قدرة النخاع العظمي على الانتاج لكن فيه دفكت في الاستيمسيل في الحالة دي انا محتاج استيمسيل جديدة تبديل تغيير من البومارو شخص سليم عند البومارو بتاعه سليم ممكن دم ممكن دم بتاع الجنين لسه مولود الحبل السري كمية كبيرة جدا من الاستيمسيل موجودة فيه ويعتبر بانك للستيمسيل ولازم نستفيد منه يا جماعة الامبلايك الكورت بتاع المواليد وحنا عندنا نسبة المواليد العالية ممكن تعمل لنا بنجدم للخلايا الجزائية امينيوتيك فليود السائل الامينيوتيك اللي هو بيحيد بالجنين داخل الراحم طيب انواع بصفة عامة يعني ممكن المريد يتبرع على نفسه ممكن طيب الحاجة التانية يعني ممكن ناخدها من شخص مختلف مختلف عن في بعض الجينات ولكن لازم يكون الى حد ما بنقول عليها الـ يبقى لازم بختبر الـ دي مهمة جدا مع عشان اتفادة الـ الرفض او حاجة اسمها خطيرة جدا هنتكلم عليها ان شاء الله في الـ بتاعت بلد ترانس فيوشن